طيب يا صديقي بيتضحك عليك بمبلغ صغير زي ده وبيقول لك أنا عامل بإداء وتعالى علمك استراتيجية وطريقة طيب يا صديقي قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بألف وستمائة جنيه عايز أقول لك معنى استراتيجية الأول أنت أكيد مش عارف معنى كلمة استراتيجية يعني كلمة استراتيجية على وزد استفعال بمعناها الأصلي والمؤكد هو استدراك وحضرتك بتستدرك لدخولك مواقع الرهومات خليك فاكر إن احنا ضد المواقع دي وضد الشركات دي ودلوقتي هنبدأ تجربة مع حضرتك وهو الرهون الآلي هنلعب بالرهون آلي بخمسين جنيه الحد الأكثر للمرهنة مئة الف وخمسمائة جنيه السعب التلقائي هنسحب على عشرة جماعة هنسحب على وضع عشرة وعنين مضاعفة لو خسرنا الجين هيضاعف لوحدة اللي هنضاعف لوحدة تعالوا نشوف ما بعد الف وستمائة جنيه هنعملوا مقدة ايه بس ما ننساش اللايك الجميل ويلا بنا نبدأ وضع الرهون هنسيب الجيم دي عادي ما لحقناهوش ونبدأ مع بعض الجيم الجاي تماما نجال كده الطيارة عالية فوق هنشوف اللعبة هتعمل معانا ايه لعبة كروش هندوس وضع الرهون ونسيبها كده مع نفسها ننساش اللايك يا زميني اخواتي والله بحبكو في الله وحشتني جدا خلنا عاموه انتم بخير الفكرة جماعة الطريقة دي طلبها مني احد المشتركين في القناة وقال انا عملت بيها ربح محترم انا عملت بيها ربح محترم فضلت اخسر اخسر وبعدين جابت معايا الجيم عوضت كل فلوس طب تعالوا نشوف يا جماعة هي هتعمل معانا ايه احتراب ان اول الجيم خسرناه ايا كده السحبت هتلعب على مية مش على خمسين تمام سحبت ضعافة الرهون لوحدها جميل جدا في النازل وتبالك يا صديقي ان انت نتضحك عليك في مبلغ الصغيرة انت بتشوفها دي وانا هقول لك حقيقيتها ايه اخر الفيديو انت بتشوفها باللغزلة سهل جدا انك تعمل له اداء سهل جدا انك تخش تعمل اداء بمبلغ صغير زي لا لكن الصعب ان انت تحقق منه ربح انت هتخش هنا تحطه هنا وتمشي بس كل سهولة بلسك كلها تخش تعمل طائرة وتخلق هنشوف بس مع بعضنا اللعبة اهتمل معنا ايه يا جماعة جميل جدا يا وان اكسبت ايه حق يا زميلي اخدت بالك يا زميلي طيب باي باي قنبورا باي باي رجالة في ثلاث دقايق يا جماعة الفلوس طارد في ثلاث دقايق الفلوس طارد احب اقول لك يا اخويا ان ما فيش مشكلة عارفين ان الرصيد غير كافي طيب ما فيش مشكلة انا بص هشيلد كده وهعملها عشرة بس هعملها عشرة يمكن يمكن تجيب يمكن تجيب معلش معلش كان الود ود يا صديقي اني اقول لك ان انت ممكن تكسب لكن والله انا بكلمك في الحقيقة انا بنصحك لوجه الله هنا وصغرة بس انا كنت زي كنت مدمن كنت مدمن بمعنى مدمن بس الحمد لله ربنا تاب علي هتقول لي انت بتجيب الفلوس دي منين هقول لك عصي انا كنت ايه شغال يعني شغال زي اي حد بيشتغل عادي يعني كلنا كنا بيشتغل ودخلنا على موضع ان احنا نخش نكسب بلاش من الشغل اللي احنا بنتعب فيه وبنشأ فيه نخش نعمل فلوس واحنا عادينا بدون اي تعب ولا اي مجهود لكن امرها ما جات معانا زي ما كنا حاسبينها نخلنا المواقع دي على اساس ان احنا نعمل راس مال لكن باسب خسرنا كل في حسن خسرنا كل دي الحقيقة المرة اللي انت بتشوفها عند اي حمي طيب يصد دي كالحميو احب اقول لك ان الاستراتيبية او الطريقة اللي احنا بتهدنا بيها طبعا مش هتعجبك طبعا مش هتعجبك اكيد لان انا اطمعت واعمل اوضع عشر طيب تمام اعيز افاهمك نقطة بس هي دي الوقت الطيار نزل وشاوي مش بتطلع حتى اتنين تلاتة مش بتطلع حتى احت شرط عشر او خمستواشر ما فيش هي اتنين تلاتة اتنين تلاتة واحد بوينت عشر فاهمني احنا كلنا كنا بندخل على اساس ان احنا هنعمل ربح طمعا نين احنا طمعا لكن ربنا خلا في الزنون ربنا خلا في الزنون لان ربنا مش بيقبل الحرام ولا عايز يرزقنا انه الحرام يا صديقي ما تزعلش على خسارتك يا صديقي ما تزعلش على خسارتك هنا خسارة فقط بدون ربح صدقني انت تعمل دوس لايك وهتطلع الفيديو مش عاجبك لكن والله العزيم دي الحقيقة هنا بس تشوف الحقيقة انت ممكن يكون معاك 1500 جنيه كده تحوصش تحطوهم في خمس ست دقايق تسيبهم وتطلع طب ليه ليه اللي يكبرك على كده ايه اللي يكبرك يا صديقي على كده طيب انت فلوسك دي انت اولى بيها فلوسك قالها دلوقتي في بتاع ما فيش 3 دقيقة 4 دقيقة خسرنا 1600 جنيه كان لازم يكون واحد تحط يده في جيبك اخذ الفلوس ومشي وانت عارف انه هيخد منك الفلوس تمام لكن برضو عايح حابب بقولك حاجة حابب بقولك حاجة لما زعلش مني ما زعلش مني انا ممكن اضحك عليك والله ممكن اضحك عليك وعمللك فيديوهات ان انت تكسع بازاي وهتصدقني وتخش تلعب لكن انت تخسر لان فيه فرق فيه فرق فيه فرق بين واحد بيقولك سجل بالمقود بتاعي ولعب كده ولعب كده وفيه فرق ان واحد بيقولك ما تلعبش هتخش تخسر يا صديق هتخش تخسر فلوسك انا بقولك كده لان انا كنت في المرحلة اللي انت كنت عايش في الخيال انا جربت قبل منك انا بقالي 3 سنين بلعب خسرت فلوس كتير جدا خسرت تعجي خسرت ضمار نفسي خسرت كل حاجة لكن كل ما الشيطان بيوزيني بيقول لي يعمل اداء نفسي بفتكر خسرت بس بفتكر ان اخش احط فلوسي انا هنا هسيبها واطلع طب ليه 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 كبرنا فلوسي اشأ بيها واتعب بيها واجه حطها للناس دي تاخدها تعمل بيها اعلانات تزبط بيها نفسها طب ما انا اولى بيها يا صديقي بيتك اولى بيها نفسك اولى بيها يا صديقي راجع نفسك تصدقني والله العظيم طول ما انت مكمل وعايش في المهم والخيال وبتجري وارا الناس مرواجين اللي بيقول لك سجل بابرموكوت بتاعي دول بيجذبوا عليك دول همهم مصلحتهم هم بس مصلحتهم ان انت تسجل بابرموكوت بتاعه انت تخش تعمل ده تخسر هو هياخد 30% من خسرته انا كنت وكيل عندهم وعارف الكلام ده وبتكلمك سكة وبنصحك لوجه الله بقولك على الحقيقة ان عمرك ما هتشوفها برده على فكرة بقى الفلوس انت شفتها دي فلوس مش حقيقية فلوس مش حقيقية صادق اجسم باللازم بقولك كده اللي قال هو مبلغ صغير تقدر تشحينه عادي اي حاج ديقدر يشحينه وبتشوف ناس بتقولك استراتيبية وطريقة بالنظام ده تمام بمبلغ صغير لكن هي برضو حاسبات تجربية ومع ذلك هزبت لك ان اخش على اليداع دلوقتي اخش حضرتك على اليداع بص مقفولة مقفولة هو صادق والله مقفول يعني اي مبلغ صغير اي قناة واي حد بيقولك بص بص يشوف المبلغ وشوف ده كدابة صادق ده كدابة واستهدفك انت علشان ندمرك علشان تسجل بالبرمكوت بتاعه وتخش يتلعب كل سنة وانت طيب سب فلوسك وتمشي تماما شباب مش هنطول عليكم انت وحشتونا بكاد كل سنة وحضرتكم طيبين وانتظروا مننا فيديوهات وسبب الغيبة ان انا كنت مضغوط في الشغل وبدأت ارجع لشغلي واركس في مصلحتي وبدأت ابعد عن الخيال القلم اللي كنت عايش فيه سوش اللايك رجالة السلام يا احنا رجالة في الدنيا